احنا اليوم في ولاية نابل في تاكلسة بالتحديد وبالتحديد في تعاضدية النجاح سيكميل باعتبارك راشد في المجتمع المدني اين النجاح في تعاضدية النجاح هذه النجاح واحد على خمسة من الفشل الموجود في تاكلسة هذه تعد اكثر من 417 هكتار كما تشوفوا كان تذيل كلها هذه ما تسمى هذاب تاكلسة الهذاب اللي هي موجودة هنا فيها المدرسة متاع الفلاحة متاع بالبوم واللي هي جاء بمدرسة الفلاحة بالبوم اللي هي نورمال موز متكون تاكلسة منطقة فلاحية وتخدم خاصة اراضي الدولية تخدم فيها ولادها وبناتها كيف كيف هي جاية بين كذلك المعصرة متاع الخمور الموجودة اللي هنا في هذه المنطقة يعني 417 نكتار كانوا كلهم كوروم كانوا بورتغان كيف كيف كانت زراعات يعني سقوية موجودة اللي هنا الجزء الجزء هذي يعني هكتارات هكا العنب موجود اليوم في زبيرة هكا حسب ما يحكوا الفلاحة والمختصين وقت زبيرة شوف يعني الاغلم كيف هي سارحة فيها كل ليل ونهار يعني مسرح متاع غلم انتاج مفماش يعني تجدر اكاك اخسارة يعني هذي اللي نشوف فيه اللي بعد هذي بعد العنب يعني كيف كيف يعني قلعها الأشجار المثمرة كل بأنواح اللي كانت تشغل وكانت تنتج وردوها كل مسرح وردوها يعني يجيوا شوية حبوب كذا سي كامال خلنا هرجو لنقطة مهمة لأنه وحنا وقت اللي نجيو وكي جينا نداءات استغاثة من مواطنين يحكيونا على فساد نمشيو مش نصوروا لكن للأسف يطلبونا في الترخيص مثلا اما يظهر للأغنام اللي نشوفو فيها مرخصة لطول اذي كتصر عادي ما نيش عارفاش كل برخص لهم بش يسرحوا معناه هذيش معناه الفساد الممنهج اليوم الكل ما هو يعني شي سيستيماتيك باش الناس دي اول حاجة نذكر اللي رام عن ناس دي عنده عقود كيف كيف اذي عقد اخر نتع النجاح يعني المتعافضين بالعشرات الموجودين اللي هنا فكلهم الأرض متحم وبالتبيعة يلزم يفلسوها الأرض دي ويلزم تكون معاش عندها مردودية باش تتباع معناها بالمليم الرمزي كي ما حكينا في الترابلسية في عهد بن علي والترابلسية الجدد في عهد العشرية السوداء الدمار اللي كان موجود ما حكيناش عليه اما باش نحكيه وتوه على ماه بعد الفين وواحداش تقريبا سلوطاش نصناه ما كانوش كافين باش هالمزارع هذي تلقى حظها وترجع للانتاج بكي ما قبل ولا اكثر هذي اللي كنا نأملوهم الثورة التونسية لكن للأسف يعني جاءت المافيا جديدة وذيش حكينا على الترابلسية جدد وبالتبيعة حب يحط يديهم على الأراضي هذي في إطار محاصصة سياسية ومالية في تكلسة معروفة أراضي خصبة جدا مطمور تونس وكل لبنان ما تسمى ذي تاريخيا يعني لبنان الصغيرة للهذاب متاح حول الشساعة كيف كيف يعني منذ العهد الروماني يعني اللي عندنا الزيتون وعناب يعني المنطقة تنتج العهد روما القرون كيف كيف في الوسطى حتى الاستعمار الفرنسي كانت معناها أراضي ممتدة وأراضي شاسعة في نفس الوقت أراضي منتجة وأنجت عليها زنجو يعني قريب لأنها تم قرية اسمها زنجو تجمع سكني كان التجمع ذاي معناها السبب متاعه هو الأرض هذية وباش ما ننزحوش أختي العزيزة الهدف كان من الدولة الوطنية باش ما ننزحوش وباش نحنا نبقوا متجذرين في الأرض هذية في تكلسة مثالش خلينا نحكيو على المثال اللي احنا فيه اللي هي الأرض هذية اللي تقريبا تبارك الله كان فيها عدد كبير متاعه متاعه عنب أشجار عنب لكن وقت اللي نشوفوا أنه الوضعية الحالية غنم سير حامل غادي براتيكمون كل شي مكسر الأشجار ما عاش فما أشجار دمار شامل وقت اللي نشوفوا الوضعية متاع المكان هذا ينقولوا فما مسؤولين تخلص فيهم لوزارة ويعسوا على بلاسة هذه ويحذيوها ويقدموا قايمين بواجبهم خلينا نقولوا قايمين بطبعا يعني هم مش موجودين هم المسؤولين هذوما ناس سارحة قليل ونهار في الأراضي هذية في النجاح وفي غيرها لكن ما ثم حتى مسؤول وهذا علش حكينا راهو الناس هذية راي تخلص على الدولة التونسية تخلص على الشعب وعلى التوكلسية من الضرائب متاحة لكن ما هيش تنتج ما ثم مش حتى مردودية ما همش يعسوا كأنه رزق البيليك وذي رزق البيليك يعني أراضي بياذ كما نشوفوا فيها يعني يجي يزرع كما جاء وبعد الفساد الناس تصرحوا هم بيدهم وشنو يسير في البال وشنو يسير يعني في الزراعات هذه الكبرى وفهل يعني شبهات فساد كبيرة المدة سنوات من القبيلة وقبل حتى من بدأوا نصروا تقول لي تويجي سفلين وسفلين وتليفونات وما غير ما نسميه الأسماء لكن سفلين وسفلين ما ضربوا لوش تليفونات ما هبتش على الميدان شاف الوضعية الكاريثية متاع المنطقة هذي لا ما ينجموش يشوفوا الوضعية لأن ذي تحب إرادة سياسية وذلي حاشنا بي بعد 25 جوليا يزم إرادة سياسية ليعادت هيكلة الدوينة ذي والأراضي الدولية وفي نفس الوقت اعطاء حقوق اعطاء حقوق التوكلسية الناس اللي عند عقود من 68 اليوم لابد انهم يسترجعوا أرضهم باش ينتجاها وترجع معناها خيرات معناها الأرض ذي اللي اللي خرجت معناها كوادر في تاكلسة أطباء ومهندزين وغيرة اليوم بالنسبة لنحنا ما فماش مسؤولين ما فماش عمال ما فمش عمل وهذا ما نش نكذبو عالناس اليوم هكا هكا جن شوفنا التعاضي دي الأولى النزاهة ثنين نجاح ومزنا مواصلين المزيين في التعاضي دي كان الأسماء يظهر لبقات النزاهة والنجاح ولا ثم نزاهة ولا ثم نجاح هذي أختي العزيزة النزاهة والعمل وكله والتعاون وغيرها الأسماء يعني كما نقول وشارع الزهور حي الزهور ما في الزهور عندها رمزية على الورق فقط وهذه كانت في السبعينات فعلا النجاح في الثمانينات ما فماش ناليوم فشل ما هذا هذيش معنا فشل هذا اللي يسموه بعض الصحفيين معناها تعاضيات الخراب تعاضيات الأشباح اليوم أراضي الأراضي هذه خالية اليوم وناسنا واللي يأسف اللي أكثر يأسف ولادنا وبناتنا اليوم اللي تكلسة نعود مرة أخرى 150 ترتيبها في تونس والأخيرة في ولاية نابل في التنمية ولولا في الأمية ولولا في البيتالة والخروج من الدراسة واليوم أولادنا وبناتنا شدي اللي قاوا يلعبوا في الفورزة ويتبعوا في الفساد واليوم أقل حاجة يعني رافض من رافض التنمية بطنسيال كبير لفلاحة خاصة الأراضي الدولية مهمة لها واحنا معنا ناس معناك الغبن والاغتراب اللي نعوشوا فيه في تاكلسة طبعا ديما سؤالنا المتروح للمسؤولين ونحكيه اليوم على ديوان الأراضي الفلاحية وصورنا حتى في أماكن أخرى أو تقريبا نفس الخراب اللي موجود في الأماكن ديما سؤالنا ليهم كيفاش يمدوا يديهم وياخذوا شاري وهما ما همش قايمين بدورهم فتبعا ما ثمش حتى ما مراقبة يعني اللجنة ما تجي لجنة هنا صار في نفس البير اللي هنا اللي شفناه وصورناه ثم البير متاع النجاح بير كان يمشي فيه الماء جاء وصبوا فيه الفيول بقايا مزوط على وذين نس حد السيدة الوالية جاتوا وشفاتوا لكن بس حد ثم الملف عنده عام ولا أك عملت زيارة لأني أنا كلمت عليه وجات عملت زيارة ومزل مزوط وانتم صورته الفيول التو ومتاع يعني فساد كبير اليوم كيفاش كيفاش انت مسؤول على الضيعة هذي كالديوان وتخلي الناس تجيب فضلات تعمزوت متاع سموم حشاكم موجودة يعني للمام تاعنا وللنبات وللحيوان والغيرة وقتها ما ضربتش التاليفونات ما فماش تاليفونات أنا وقت ضرب التاليفونات كي جيت أنا صورت جيت فجأة تني يعني ضرب التاليفونات وهبتوا حبوا في كل التاليفون لكن صورت معناها بالقوة بالسرقة وبالقوة رأسي كاسها موسيقى موسيقى موسيقى